تسعة مليون مستخدم من القطاع التعليمي يستفادوا من منصة نتعلم بحذر وغطت أكثر من خمسة وخمسين ألف منشئة تعليمية في المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة وبهذه التقنية استطعنا ومن خلال توكلنا أن نمكن هذه العودة بحذر للتعليم توكلنا الآن وبكل فخر يضم أكثر من 26 مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين والزائرين ينعمون باستخدام توكلنا من خلال سبع لغات رئيسية وأيضا أكثر من 140 خدمة تخيل كل خدمة من هذه الخدمات كان يفترض أن يتم الحصول عليها من خلال الذهاب وزيارة المواقع سواء المحاكم الشرعية والإدارات الأمنية المختلفة المرور الشرطة الجوازات لما نسوي مقارنة بسيطة في خدمات واضحة مثل تجديد الجواز أصدار رخصة القيادة أصدار رخصة لبناء المسكن وغيره من جوانب نجد المملكة ولله الحمد متقدمة جدا على دول في مجموعة العشرين في هذه الخدمات وأيضا من النقاط المهمة التي قد شعر فيها الناس خلال الجائحة جائحة كورونا عطلت العمل في كثير من الدول التي لم تستخدم التقنية في القضاء لدينا وهو أهم ضمانات تحقيق العدالة لم يتعطى تم عقد ملايين الجلسات وصدرت عشرات الآلاف من الأحكام بما في ذلك الاعتراض على الأحكام بدون أي ورقة تطبع أو ختم يستخدم كلها إلكترونية بالكامل حققت الضمانات واستمر العمل عن بعد سواء للقاضي أو المتقاضي لكن أحسب أن المملكة من أوائل الدول إن لم تكن الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي طبقت التقاضي عن بعد خلال الجائحة بكافة مكوناتها بدءا بتقديم الدعوة ثم الترافع الترافع طبعا يشمل المرافعة الكتابية وأيضا المرافعة عبر الاتصال المري ثم أيضا صدور الحكم والمحافظة على الضمانات بالاعتراض ثم المرافعة مرة أخرى أمام الاستعناف ثم أيضا الاعتراض أمام المحكمة العليا بعد تفعيل التقاضي على درجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر